احدى الزهور للفنان جمال يوسف بعد اصابته بسرطان البلعوم تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنان جمال يوسف من داخل المستشفى عيث يتلقى العلاج هناك خاصة انه يعاني من سرطان البلعوم وكان قد نشر تسجيلا صوتيا كشف فيه عن بدايته مع المرض بعد اكتشافه في شهر مايو الماضي وجها في البداية الشكر لكل الناس التي دعت له قائلا ربنا يجعله في ميزان حسنتهم يا رب واشار جمال يوسف الان اكتشف المرض في شهر ابريل الماضي وقال بدأت اشعر بالام في الغدة اللمفوية والدكتور قال لي اعمل عينة وذلك في شهر اربعة وخرجت نتيجة العينة في شهر خمسة واكتشفت اصابتي بورم في الغدد اللمفوية البلعوم الانفي واضاف جمال يوسف اتجهت للنقابة وربنا جزيه خير ويبارك له الدكتور اشرف زكي ده مش بن ادم ده ملك وقف جنبي وبعتلي دكتور اورام وقال لي لازم ناخد جلسات كيماوي ونعمل 35 جلسة اشعاع وبعد ما اخدتهم اصروا على البلع والاحبال الصوتية عشان كده صوتي مش واضح اوي واستكمل حديثه وموجهن الشكر لكل الفنانين الذين وقفوا بجانبه وقال انا متشكر لكل الناس اللي دعتلي ربنا جزيهم خير وبشكر استاذ الفنان الكبير محمد صبحي هو مش استاذي بس هو ابويا وبشكر ايضا الفنانة نشوى مصطفى والفنانة وفاق عامر والفنانة حنان سليمان لانهم وقفوا جنبي وقد ترخرهم عرفوني معنا الزمالة طبعا كلنا يا ريتنا ده الفنان جمال يوسف مريض بسرطان البلعوم ان شاء الله يشفيه ويقومه بألف سلامة هو وكل المرضى بكل انواع الامراض والسرطانات ان شاء الله يخفوا ويقوموا ويرجعوا الاهل يوم شكرا عم شهادتكم من الفيديو ما تنسوش تدعولوا بالشفة في التعليقات وان شاء الله هنتابع آخر تطورات الصحية للفنان جمال يوسف وانطمنكم عليه شكرا واشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد ان شاء الله